مرحلة 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 انا اكملتها انا تحبين تسويين غير الوان يلا بل شو رح تلعبين بل شوفين شو رح تلعبين يلا بل شوفين شو رح تلعبين يلا عافية لا هذه الشخص يرعو فيها بس تعالي لعبي منها بل شوفين شو رح تلعبين يلا بل لعبي عافية لا تدوسين على الخط عافية لازم تتلعين من عدها لازم تتلعين دع مرتلو خسويه يلا لازم ما تدوسين على الخط هي لعين يلا عافية 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 سوسو يلا لعبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوانكم متابعة العزة ومتابعات الغالية اخباركم ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يوم جديد ان شاء الله وفيديو جديد اليوم اتذكرت هاي اللعبة قبل كان صغار نلعبها قلت لهم تعرسمكم اياها ولعب بيها سوسو كانت تعرف والله مرة واحدة سوتها قدامها فاول خ Building اتعمت اليوم حبيت اشاركوا یاكم هذا الفيديو ان شاء الله تستمتعون بمشاهدته فست LuxEE ه Rond gebra وشاركوا یاكم الي ا Indigenous وكل reasons ويكون هذا الفيديو منوع بفقرات منوع ان شاء الله تستنتعوا بالمشاهدته فسا خلي ندخل لن حظر ELG Sub time ونكمل وياكم باقي فقرات الفيديو ومالتنا يلا سوي سوي لعبي تريدين تسوي غير علوان سوي اذا تسوي غير علوان بكيفتش باع تسويهم يلا اهنا بديت تجهز الغدة طبعا اليوم راح اسوي مرقة بازاليا بالدجاج بطريقة كل السهلة وطعامها كلش طيب اخليت زيت بالجدر و اخليت راس بصل حمست البصل ذبلته و اخليت صدر الدجاج طبعا هذا صدر الدجاج قبل نصف ساعة او ساعة بمي و خل وصويا سوس وبعدها اغسل غسل زين و انشفه نهائيا ما تبقى بزفرة حتى يصبح طعم صدر الدجاج كل شطري بعد ما حمست الدجاج و تغير لونه اخليت شبنت و شوية كزفر انفرز و شوية كزفر انفرز ما عندي فرش اذا كان فرش يكون بعد افضل و اطير طبعا خليت كمية يعني مناسبة شوية احمس هاي المواد كلها حتى تطلع رحت الاشبنت و رحت الكزفرة اهنا بس رح اخلي فلفل اسود رشة من الفلفل اسود و ارجع احمس هاي المواد بعد ما اتاكد انه هاي المواد الحمست اخلي كمية المعجون و احمس شوية المعجون و بعدين اخلي العصير الطماطة دايما انا عصير الطماطة اصفي حتى تخلص من الحب و القشر اللي بيها و معجون الطماطة دايما انا احمسه حتى تطلع من عند رحة التعليب و سير طعم المرقى اطيب هذا هنا انا عصير الطماطة دايما اصفي بها المصفاية حس شوية احرك عصير الطماطة و معجون و هي هاي المواد و انا مجهزة حبتين بوتيتا مقطعتها مكعبات طبعا البوتيتا مضفتها بالبداية من حمس الدجاج والبصل لان من احمسها و بعدين تفور المرقى هاي البوتيتا كلها رح تنهرس فضفتها بالمرحلة حتى تبقى مكعبات البوتيتا واضحة بالمرقى هنا بعد ما فارت هاي الصلصة و شوية عقدت هسه رح اضيف المي المغلي لازم مي مغلي لان احنا عدنا الدجاج اذا اضيفينا مي بارد رح شوية يصير قوي هنا خليت علبتين مع البازالية غسرتها و نظفتها البازالية و شوية خليتها بمي فارت على الطباخ وبعدين رجعت هم صفيتها و خليتها و هي المرقى وهنا نضفت كمية المي المي لازم يكون مغلي و طبعا كمية المي و هي كمية المرقى كلها تعتمد على عدد افراد العائلة يعني اذا كانت العائلة عدد افرادها اكثر يعني زيدينا بهاي المواد بينما المرقى شوية تفور عندي هنا انا بديت اطبخ تمن على شعرية دائما ان التمن على شعرية ما اخلي الشعرية يصير لونها غامق لا اخلي لونها يكون شوية فاتح حتى يصير شكلها احلى بالتمن و دائما ويا التمن بالشعرية اخلي شوية هيل خليت الملح وخليت ترشة من الهيل المطحون هذا هنا عندي بعد ما فارن مي يعني غسلت كوبين مال التمن هذا التمن اللي عندي ما يحب تنقيع رأسا بس غسلته او طبقته و دائما من اطبخ التمن اخلي الجذر مال التمن مكشوف حتى الحباية ما التمن تبقى واقفة يعني ما تنهرس هنا عندي المرقة بعد ما عقدت شوية هسا خليت لها الملح و اخلي شوية لي مندوزة تحبون تخلون شوية نوم بصرة مطحون بكيف كون بس انا حبيت خليها لي مندوزي هالمرة وبالنسبة للبزاليا اذا كانت معلبة تخليها بالمرحلة اللي خليتها انا ويا المرقة اما اذا كانت مجمدة فتخليها ويا ما تحمسين الدجاج والبصل يعني بعد ما حمست الدجاج والبصل وحطيت الكزبرة وحطيت الشبنت تخلي البزاليا وشوية تحمسيها وهذا هنا عندي التمن طبعا هسا نشف المي من عنده راح انصي نار الطباخ واخلي المهدايا مع جدر التمن جوه جدر وانصي نار الطباخ مثل ما قلت لكم واخلي الغطمات الجدرية احرك بعد هاي الخطوة مرة وحدة يبقى عشرين دقيقة على التهدير ويصير طعم التمن ما شاء الله يجنن وهاي وصفتنا جهزة مثل ما تشوفون البوتياتة مثل ما هي بقت يعني من هرصت لان ما خليتها من البداية وهذا غدانا وان شاء الله تجربون هاي الوصفة وتاكلوها انتم وعوائلكم بألف عافية ان شاء الله بعد ما نخلص الغد راح اخذكم جولة كلش حلوة طبعا هاي الجولة بناء على طلب المتابعات ولبيت طلبهماني بهذا الفيديو فرح نكمل الغد ان شاء الله وارجع اتواصل وياكم وباقي فقرات الفيديو طبعا بعد ما تغدانا ولم نمنا البية وكمننا حبيت اخذكم بهاي الجولة الحلوة مثل ما قلت لكم بناء على طلب المتابعات طلبهم ان عندي جولة بأسواق المستعمل طبعا انا همي انا احب دائما اجي الاسواق المستعمل اكو بها شغلات كلش حلوة يجيبوها هنا معظم الشغلات تكون جديدة وما مستعملة لان اكو ناس مثلا تشتري الحاجة وبعديين يقولك ما رح استخدمها يعني تبقى بعدها بالتاق وما مستخدميها فيتبرعون بها لهاي الاسواق ونالب دور هم يسعروها باسعار جديدة ويبيعوها حتى في بعض الاحيان المحلات الكبار من ينتهي الموسم مثلا يخلص موسم الصيف او يخلص موسم الشتاء او تخلص هاي المواسم ما للمناسبات ما للكريسمس ما للكريسمس ما لخريف تبقى عندهم شغلات متنبع فيجيبوها يتبرعون بها لهاي الاسواق حتى مثلا ما تشوفون من هاي الجهة كلها بعدها بالتاق يعني ما مستعمل لان هاي الاسواق من يبيعون هاي الشغلات الريع مالتها يروح للجيش فهم يبدون يسعرون هاي الشغلات باسعار مناسبة والريع يروح للجيش يعني اكثر الناس تجي لهاي الاسواق لان اكو شغلات كلش حلوة اكو شغلات انتيك اكو شغلات كلش قديمة وما موجود من عدى حتى بالاسواق من تروحين فانا دائما احب افتر بهاي الايالات مال الشموع مال الادوات المطبخ الديكورات اكو شغلات كلش حلوة ومثل ما تشوفون يعني معظم الاشياء ما مستعملة يعني اكثرها يكون جديد ما مستعمل يعني اكو ناس تشتري الحاجة وبعدين تقول ما ريدها فبدل ما يذبوها بالزبلة تكرمون يجيبوها يتبرعون بها هنانة هواي شغلات اشوفها هنانة ما موجودة نهائيا بالاسواق لان اكثرها جاي بيها مثلا الناس تروح السافر الغير بلدان ويجيبون وياهم شغلات وبعدين يفكروا يقولك ما ريدها يتبرع بيها اكو شغلات صناعتها البداية الـ 1900 يعني شغلات كلش قديمة طبعا هنا جهانة الجولة كلش سريعة لاناني طلعت من البيت متأخرة وبينما وصلنا لهنانة ماكو شوية افتريت وقالوا انه رح نسد المحل اللي ما مشتري شغله واللي بعدها يفتر لازم يطلع من الاسواق واللي مشتري شغله يجي رأسا يدفع حسابها لان رح نعزل فشانت الجولة اللي سويتها اليوم كلش سريعة ومختصرة بس ان شاء الله اذا صارت لي مرة ثانية روحها للأسواق المستعمل اصور جولة شوية اطول ويعني الكواليتي ما للتصوير تكون شوية ابطأ من هيك لان هنا صورت كل السريع مثل ما داشتشوفون يعني ع السريع افتر بين الآيلات لان قالوا خلص لازم الكل يطلع لان رح نسد المحل فان شاء الله وعدكم فيديوهات قادمة بجولات شوية اطول من هاي الجولة وتصوير يكون ابطأ واشوفكم الشغلات بوضوح اكثر حبايبولي هنا تقريبا الفيديو مالتنا قرب ينتهي ان شاء الله كان فيديو ممتع ومسلي استمتعتم مشاهدته اشكركم على حسن متابعتكم وان شاء الله التقيكم بخير وعلى خير الفيديوهات قادمة دمتم في رعاية الرحمن ومعالو السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة